نقاشا لأبرز التطورات الميدانية والتحركات العسكرية داخل قطاع غزة في السوديو نضم إلينا الخبير العسكري والستراتيجيه اللواء المتقاعد دكتور صالح المعيطة دكتور معيطة أهلا بك معنا في هذه الساعة على سكاين نيوز عربية وقبل أن ندخل إلى تفاصيل ما يحدث في محيط المشافئ في مداخل الأنفاق وغيرها من النقاط ضعنا في خارطة العمليات العسكرية في قطاع غزة حتى هذه اللحظة خارطة العمليات العسكرية تسير على خمس محاور المحور الشمالي الغربي والمحور الشمالي الشرقي وأقصد بذلك بيت حانون وبيت لاهيا وجباليا هذه المحاور ستتمركز فيها القوات الإسرائيلية منذ أيام لكنها لا زالت تتعرض بين الفينة والأخرى إلى بعض الضربات المحور الثاني وهو محور غزة وهو الجهد الرئيسي الذي تركز عليه القوات الإسرائيلية تحاول أن تعزل منطقة المدينة بالضبط التي تقريبا الآن محصورة في مساحة 30 كم بعد أن كانت محاصرة وغلاق المنافذ ومن ثم التطويق وانتقلت إلى الحلقة الأضيق وهي العزل المحور الثالث وهو المحور الشرقي التي استطاعت القوات أن تتقدم منه هو أقصد الشجاعية جحر الديك إلى أن التفت من الجنوب باتجاه الشمال ووصلت إلى تل الهواء وبعد ذلك إجاء محور الآن محور جديد هو محور خان يونس وتقصف الآن منطقة خان يونس ودير البنع هذه المحاور عليها جهد تقريبا فرقتين زائد من الدبابات والمدرعات لكن هذا الجهد يتمركز الآن في منطقة غزة في مدينة غزة هي تحاول جاهدة فصل شمال غزة عن جنوب غزة بعد هذا النزوح والتهجير الكبير وأقصد الذي يفصل شمال غزة عن جنوب غزة هو وادي غزة واستطاعت الآن بعد أن سيطرت سيطرة كاملة على الطريقين الرئيسيين وهم صلاح الدين من الشمال إلى الجنوب وطريق الشاطئ أيضا من الشمال والجنوب وأعلنت قبل اليوم على أن هناك الطرق هذه مسيطرة عليها وتسمع للناس بالخروج طيب دكتور معايت ما هو الهدف العسكري بالنسبة لإسرائيل من إطباق الحصار على المشافي طالما لا توجد معلومات استخباراتية مؤكدة لها عن وجود أنفاق أو مداخل للأنفاق في محيط هذه المشافي ولماذا مجمع الشفاء تحديدا تصوره إسرائيل وكأنما هي القلعة التي يتحصن فيها كل قادة حماس بنا أنا على ماذا؟ نعم أولا المشافي على مستوى القطاعي يوجد 35 مشفى معظمها 60% إلى 70% موجودة في منطقة غزة المحافظة في مدينة غزة الآن حوالي 6-7-8 مشافي هذه المشافي لها بعد بالنسبة لإسرائيل تحاول الآن السيطرة عليها مجمع الشفاء ومستشفى القدس لماذا مجمع الشفاء بالتحديد الذي أشرت إليه؟ مجمع الشفاء إذا أخذناه بالبعد الجغرافي الحييد الجغرافي هو يشغل مساحة 45 ألف متر مربع ويحتوي على ثلاث مستشفيات رئيسية كبيرة إذا أخذنا بالبعد النفسي إسرائيل تحاول السيطرة على هذا المجمع لأنه له رمزية لدى الفلسطينيين ولدى سكان مدينة غزة والنقطة الأخرى هي وسيلة الضغط تمارسها القوات الإسرائيلية على النزوح من هذا المجمع لأن هذا المجمع ليس مستشفى فقط هو مركز إيواء بالإضافة للمدارس التي قد صفتت أول مبارئ وأعتقد أنه هو ما يحصل دعيني أستخدم مفره هو ليس حرب هو جرائم حرب هو إبادة هو تطهير هذه الجرائم أصبحت تشكل عامل ضغط على المجتمع الدولي وكما أشار وزير الخارجي إسرائيل الآن تحت الضغط باليوم الأول من طوفان القدس كانت المجتمع الدولي يتعاطف مع إسرائيل اليوم بالعكس المجتمع الدولي بعدما شهد جرائم الحرب والقتل والإبادة والتطهير لم تعد حرب بالمفهوم التقليدي هذه ليست حرب بالمفهوم التقليدي يعني هذا إن سلمنا أن الجانب الإسرائيلي يكترث للمواقف الداعمة أو غير الداعمة له في هذه المرحلة العسكرية على الأقل هو يستمر في تقدماته البرية وتوغله ولكن ما خطورة هذا التواجد على القوات الإسرائيلية على العنصر البشري غير المعتاد على المواجهة المباشرة خاصة وأن هناك من يقول أن حماس هي من جرت هذه القوات للدخول إلى قطاع غزة بريا لسهولة التعامل معها في غزة نعم حماس هي لا تحارب أو مواجهة ليست نظامية أو تقليدية حماس تحاول جر القوات الإسرائيلية إلى حرب العصابات عرب الكمان حرب المفخخات حرب القتال في المناطق المبنية عادة نتكلم عن الشوارع في المدن هي للسيرة عليها لكن بالقتال في المناطق المبنية الشوارع يجب عدم السيرة عليها هذا البعد إذا نجحت فيه حماس تحاول أن تضع هذه الكتل الحديدية من دبابات وناقلات جنود وشاهدنا على بعض الفضائيات أن حتى التدمير الهائل أصبح عائق أمام الدبابات كيف تتعامل والواقع يقول دكتور المعيطة أن الأنفاق الآن تحولت لفخاخ لاستدراج الجنود الإسرائيليين لحتفهم كما تتحدث وسائل أعلام عبرية كيف يتوقع أن تتعامل إسرائيل مع ذلك خاصة وأن الوصول لهذه الأنفاق بالنسبة لها هو هدف حربي معلن هدف حربي معلن والقضاء على حماس هو هدف سياسي وحربي معلن لكن يبدو من خلال تسارع التصريحات أن إسرائيل تحاول استبدال هذه الأهداف السياسية سقف الأعلى إلى السيطرة على المشافي والضغط والتهجير وعزل مدينة غزة لا أكثر ولا قل لتنتقل إلى المرحلة الثانية وهي التفاوض والحصول على صفقة الأسرة أعتقد لم تحقق أي من هدفها بعد مرور ما يقارب 38 يوم على القتال ماذا عن الجبهة الشمالية؟ يعني ما يقوم به حزب الله هو دور ينحصر في المهام التشتيتية لإشغال الجبهة الشمالية وتخفيف الضغط على قطاع غزة بحسب طبعا التصريحات حسن نصرال الأمين العام لحزب الله هل تعتقد أن هذه المواجهات حقيقة هي لهذا الهدف أم؟ لحفظ ما الواجه تجاه محدودية الدور الذي تقوم به المقاومة في لبنان تجاه كل ما يحدث في قطاع غزة؟ أعتقد الجبهة الشمالية منذ اليوم الأول من 27 أول وحتى الآن لا زالت يطلق عليها التصعيد المقيد من كل من حزب الله وإسرائيل الجبهة الشمالية من حيث مسرح العمليات وطبيعة القدرات وطبيعة التكوين ليست جبهة معزولة كما هي جبهة حماس جبهة ممتدة إلى العمق اللبناني ومن ثمت سوري القدرات قد تأتي من الخارج لكن لغاية الآن أقولها وقلت أكثر من مرة أن جبهة حزب الله هي في حالة اشتباك بمستويات مد وجزر لكن لم ترقى لمستوى الحرب لماذا؟ في أي إطار نضع ذلك إذا ما قرناه حتى بخطاب حسن نصر الله يعني يبدو أن التركيز بالنسبة لمحور المقاومة كما يقولون بحسب بياناتهم هو على تحريك جبهة الجولان السورية الاعتماد على استهدافات الحوثي من اليمن بل وأيضا على الاستهدافات من الولائيين في العراق تجاه القوات الأمريكية إذن لماذا محدودية دور حزب الله؟ ما هي القراءة العسكرية لذلك؟ هذا السؤال جيد محدودية دعينا نسأل من يقود محور الممانعة سواء التنظيمات الموجودة في السوريا أو في العراق أو في لبنان حزب الله أو أنصار الله في اليمن هي بقيادة إيران إيران هي ضابط الإيقاع لهذه التنظيمات لها خطوط حمراء لهذه التنظيمات وضعتها إذا تم تجاوزها من قبل إسرائيل وإذا إسرائيل أو التنظيمات تجاوزت الخطوط الحمراء وكأنه هناك توافق بما أسميه التصعيد المقيد ولا نستطيع أن نفصل هذه الجبهات التي لم ترقى لمستوى الحرب ولا غاية الآن هي مناوشات واشتباكات فعل ورد فعل مدني مقابل مدني برج مقابل برج اتصال ولكن كل هذا مربوط هو بالردع الإقليمي التي أعلنت عنه الولايات المتحدة من خلال حاملات الطائرات والمدمرات الموجودة في البحر وأيضا هناك ضابط إيقاع لجبهة إسرائيل مع حماس بإدارة أمريكية وهناك ضابط إيقاع لجبهة الممانعة من خلال حزب الله وهي إيران وهل ضابط الإيقاع الإسرائيلي واشنطن كما تشير الآن وضع سقفا لهذه العمليات العسكرية قبل قليل تحدثت عن تصريح وزير الخارجية الإسرائيلي إليكوهين قال أمامنا مدة أقصها أسبوعان أو ثلاثة حتى تبدأ الضغوط الدولية الشديدة علينا هل هذا يعني وضع سقف زمني لهذه العمليات ستنتهي خلال ثلاثة أسابيع؟ لأن تصريحات نتنياهو مختلفة تصريحات نتنياهو وتصريحات الوزراء في حكومة الطوارئ أعتقد متسارعة ومتقلبة أكثر من تقلبات الطقس وأكثر من حركة بندول الساعة بن يمين نتنياهو وزير الدفاع قال سنبقى لشهر أشهر سنوات واليوم نقول أن وزير الخارجي يقول نحن تحت الضغط الدولي أعتقد وهذا سببه القوة المفرطة والجرائم التي يرتكبها ضد المدنيين هذه كلها شكلة عون بالمقابل يبدو الإدارة الأمريكية انتقلت من فقط المعارضة إلى إصدار الأوامر لأن كل هذا كل منه يسير بايدن يعتبر الحرب في غزة برنامج انتخابي بن يمين ينترنو يعتبرها برنامج انتخابي وزير الأمن القومي يعتبرها برنامج انتخابي وبالنهاية وزير الخارجي قال أنه سبوع أو سبعين الضغط الدولي ضاغط بشدة وإذا تكلمنا عن الضغط الدولي أمريكا لم تخرج من فيتنام إلا بضغط الرأي العام الأمريكي فقط في أقل من دقيقة هل سينعكس هذا الضغط الدولي على سير العمليات العسكرية على وضع سقف زمني لما تقوم به إسرائيل في قطاع غزة عسكرية نعم سينعكس بقدر ما تأتي الضغطات من واشنطن على بن يمين منتناهو أعتقد لأنه من يقود من يعطي الأوامر للعملات العسكرية هو القيادة السياسية أعتقد سينعكس لكن إسرائيل ستحاول جاهدة أن تقدم شيء وهو حرب المستشفيات بدل من حرب الأنفاق شكرا جزيلا لك ضيفي في الستوديو الخبير العسكري والستراتيجي اللواء المتقاعد الدكتور صالح المعيطة على كل هذه القراءة العسكرية القيمة التي تفضلت بها شكرا شكرا